السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد و2017 قررتني أعمل فيها شي جديد قررت أني أعطي الآيفون ونظام الآيو اس تجربة علشان أكون عادل أكثر ومنصف بالأجهزة اللي بغطيها هالكلام إذا لاحطوه بالأجهزة أو بالفيديوهات المقارنة تاعة الـ 2016 أو نهاية الـ 2016 لما قارنت كامرة هذا الجهاز مع كل الأجهزة الحالية بطارية هذا الجهاز مع كل بطاريات الأجهزة القوية في نهاية الـ 2016 والآن إلي 10 أيام قاعد بستعمل الآيفون 7 بلس ولكن قبل ما ندخل بالتفاصيل لازم أعطيكم المقدمة التالية إلي 8 سنوات مستخدم أجهزة أندرويد وإلي 12 سنة مستخدم أجهزة ويندوز فأنا أبعد ما يكون عن نظام الماك ونظام أبل بشكل عام والآيو اس والسوالف هاي فما حبيتني أعمل المعاينة التقليدية بالنسبة إلي أني أتكلم عنه بالطريقة الاعتيادية لأنني رح أكون ظالم وغير منصف للجهاز بكثير من الأمور فقررت أني أعمل التالي رح أعمل فيديو هين هذا الفيديو رح يكون الأمور اللي ما حبيتها بالآيو اس وبالآيفون وفيه فيديو ثاني رح يكون الأمور اللي فعلا أعجبتني بنظام الآيو اس وبتمنى أنها تنتقل للنظام الأندرويد فبدون أي تاخير خلينا بلش أول شغلة واجهت معها مشكلة كبيرة في أجهزة الآيو اس كانت زر الرجوع الآن زر الرجوع على أجهزة الأندرويد مثل ما كنا بنعرف موجود بالأسفل جنب زر الهوم وزر الريسنت أبس ولكن على الآيو اس الزر هذا موجود في الزاوية العلوية للجهاز اللي هي أبعد ما كان بيكون عن أصبعك فمن الصعب جدا أنك توصله بيد واحدة خصوصا أن كنت أستعمل آيفون 7 بلس اللي حجمه جدا كبير حتى مقارنة بالنسبة للشاشة اللي موجود عليها فكان الموضوع جدا مزعج نعم بعرف أنه بإمكانك أنك تلمس الهوم بوتن مرتين علشان ينزل إلى الأسفل وتصير تقدر توصله بطريقة أسهل ولكن برمجتي داخلية من استخدامي لأجهزة الأندرويد في آخر ثمن سنوات كنت دايما مباشرة أروح للزر بالأسفل اللي هو مكان أصلا بيكون قريب جدا إلى أصبعك نعم في أيضا طريقة ثانية للرجوع للنافذة اللي قبل اللي هي أنك تسحب من نفس الشاشة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين حسب شو لغة الجهاز علشان ترجع للنافذة السابقة ولكن هاي الميزة تعتمد على التطبيق نفسه على المطور إن كان بيدعمها أو لا وفي بعض التطبيقات هالكلام ما بينفع على الإطلاق فلو مثلا كنت داخل على اليوتيوب كنت بتفرج على فيديو بدي أرجع على السيرتش مثلا أو على الفيديو السابق زر الهوم على الأندرويد أو زر الباك على الأندرويد برجعني مباشرة للنافذة السابقة وبقدر أني أضل أكبس باك علشان يرجع لنافذة بنافذة بنافذة ولكن على الآيو اس هالكلام ما بينفع أصلا بحيث أنه السحب من اليمين إلى اليسار رح يغير لك فقط النافذة اللي أنت بتكون موجود فيها بين التابس اللي موجود أنت فيهم التالي هي مسألة بسيطة جدا ولكني أيضا وجدتها أمر غير مريح كثير ألا وهو طلب التوثيق على كل تطبيق بدك تثبته الآن هذا الكلام موجود على كلا من الأندرويد والآيو اس ولكن اللي بفرج أنه على أجهزة الأندرويد هذا الكلام موجود على التطبيقات المدفوعة بإمكانك أنك تشغل أنه والله أحط بصمتي أو أحط كلمة سر كلما أجي بدي أشتري تطبيق ولكن لما أجي بدي أنزل تطبيق مجاني على أجهزة الآيو اس برجع يطلب منك كلمة السر أو البصمة اللي أنت بتكون حطتها بعرف العملية سريعة جدا أنك تحط إصبعك على قارئ البصمة وانتهى ولكن برضو لما تكون منزل أو حاطت أنك تثبت عشرين تطبيق على سبيل المثال كل تطبيق لما يجي بدو ينزل رح يطلب منك توثيق ولا بتتم العملية بطريقة واحدة بل واحد واحد كل تطبيقات اللي نزلتهم على الجهاز كنت بس جالس ومستني عبما يطلع لي أنه هل تريد التأكيد؟ نعم هل تريد التأكيد؟ نعم هل تريد التأكيد؟ نعم الأمر الثالث اللي هو مسألة الإعدادات والموضوع بدأ معي بتطبيق الكاميرا بحيث أنه تطبيق الكاميرا بالنسبة للآيفون بداية أول نرضى عليه رح تفكر أنه جدا بسيط وما في أي تعقيد على الأطلاق ولكن بنفس الوقت ما في عندك الخيارات الكبيرة اللي بتقدر تعدل عليها من نفس الكاميرا بدون ما تطلع من تطبيق الكاميرا أنك تغير عليها فأغلب أجهزة الأندرويد بإمكانك أنك تشحب من الأعلى أو من اليمين أو من اليسار علشان تدخل إلى الإعدادات اللي بتسمع لك تتحكم بالرزيليوشن بالدقة بالحدة بكثير من الأمور مثل الجيو تاجنج والسوالف هاي ولكن على أجهزة الآيو اس نظام مختلف تطبيق الكاميرا الرسمي الخاص بالجهاز في عندك مجموعة وضعيات لازم تسحب بينهم يمين ويسار وعند كل وضعية في عندك ثلاث إلى خمس خيارات فقط بيكونوا موجودين في الجزء العلوي اللي مسموح لك أنك تغيرهم وحتى هدول ما بتقدر أنك تخفيهم أو ترجعهم أو تغيرهم أو تبدلهم بشيء ثاني علشان تعمل أي تعديل على الإعدادات الرئيسية في الكاميرا لازم تروح على الإعدادات أو settings الخاصة بالجهاز فلازم تطلع من نفس التطبيق تروح على قائمة الإعدادات تروح على تطبيق الكاميرا ومن هناك تبعد التعدل بالتعديلات اللي بدك إياها وعلى نفس الملاحظة أيضاً تطبيق الإعدادات الخاص بأجهزة iOS بالنسبة إلي شفته غير منظم على الإطلاق بحيث أنه عندك كل section في الإعدادات مش مكتوب عليه اللابل تاعه وشو هو بحيث أنه لو ما تطلع على إجهزة الأندرويد راح تلاقي أنه في عندك إعدادات الجهاز محطوطة بقسم لحال إعدادات connectivity أو الاتصال بتكون محطوطة بقسم لحال اللي بالعادة بتكون بالأول ففي عندك شوي تنظيم ووضع أسهل لأنك تعرف أنت على شو قاعد بتطلع بالضبط أما على أجهزة iOS في عندك خط رمادي مش مكتوب عليه أي نص فشوي بتضيع أحياناً لما تكون بتدور على أمر محدد نعم في بحث في نفس قائمة الإعدادات وهذا الكلام أيضاً موجود على أجهزة الأندرويد ولكن لا يزال نفس البحث في قائمة الإعدادات بطريقة مانيول أو بطريقة يدوية عملية جداً صعبة وأيضاً بالنسبة لإعدادات التطبيقات نفسهم اللي نازلين على أجهزة الأندرويد راح تلاقي في عندك قسم اسمه التطبيقات اللي لما تدخل عليه بتلاقي فيه كل تطبيقاتك اللي نازلة اللي بتقدر تتحكم بإعداداتهم بتقدر تغير على الملفات الكاش بتقدر تمحي بتقدر تعمل ديسيبل أما على أجهزة الآيو اس فالعملية مختلفة تماماً بحيث أنه كل تطبيق بتنزله على الجهاز بضيف بند زيادة على طول قائمة الإعدادات فكل التطبيقات بتكون مفروطة في نفس تطبيق الإعدادات علشان تقدر تدخل على كل واحد منهم وتغير على هاي الإعدادات النقطة التالية بتتعلق بوجود التطبيقات وتوفرها الآن كلنا بنعرف أنه أجهزة الآيو اس التطبيقات بالغالب بتنزل لإلها أبدر من لما تنزل لأجهزة الأندرويد وهذا الكلام بيعود لأسباب تتعلق بالتستينج والاوبتمايزيشن لأنه أجهزة الآيفون نفسهم عددهم مش ضخم كموديلات فمن الأسهل أنك تطور لآيفون عن أنك تطور لأجهزة أندرويد لتعدد الأحجام من ناحية الشاشات ومن ناحية المواصفات ولكن الغريب بالنسبة إلي بالموضوع من هاي الناحية هو أنه بعض التطبيقات اللي بتنزل لأجهزة الآيو اس بتكون مدفوعة ولكنها بتنزل للأندرويد مجانية وأمور غريبة جدا صدقا ما توقعت نهائيا أني ألقيها مدفوعة على أجهزة الآيو اس ولقيتها فعليا عليها 9 دولار و 5 دولار على التطبيق مثل آيدا 64 مثل اللي هو سيني بنش ومثل تطبيقات قياس الأداء اللي هي التطبيقات اللي بالعادة بستعملها علشان أقارن ما بين أجهزة الأندرويد لما أعمل مقارنات علشان يعطيني قداش سرعة الكور قداش سرعة المالتي كور قداش قوة الرام والأمور اللي زي هيك هاي التطبيقات على جهاز الآيفون كلها تطبيقات مدفوعة مع أنها نفس التطبيقات من نفس المطورين موجودة على أجهزة الأندرويد ومجانية أما بالنسبة للنقطة التالية فهي بتتعلق بالوجيتس أو التطبيقات المصغرة على أجهزة الأندرويد في أنك القدرة أنك تتحكم بكمية الوجيتس اللي بدك إياها وين بدك إياهم وقداش حجمهم فبتقدر أنك تخلي الوجيت حجمها بحجم أيقونة تخليها نصف الصفحة صفحة كاملة علشان تعرض لك معلومات وأزرار علشان تعمل أكشنز بشكل أسرع أما بالنسبة للآيو اس فما في عندك أصلا هومبيج علشان تحط فيهم وجيتس والطريقة لأبل طبقوا فيها حل هالعملية أنهم خلو لك صفحة خاصة لما تسحب من الأب دروور إلى اليمين أو اليسار حسب أنت عربي وانجليزي بفتح لك قائمة فيها كل الوجيتس اللي موجودة اللي بسير بإمكانك أنك تضيف بناء على التطبيقات لناس لعجوالك ولكن ما بتقدر أنك تتحكم بحجم هاي الوجيتس فمثلا ما بتقدر أنك تخلي تووجيتس في نفس السطر أو أنك تغير طولها أو تغير ارتفاعها أيضا في عندك مشكلة أخرى متعلقة بهالأمر هي أنه لما تسحب الأكشن بار من الأسفل أو الكنترول سنتر اللي بيكون موجود من الأسفل وتسحب إلى اليمين كمان مرة راح تلاقي مجموعة من الوجيتس اللي موجودة هناك اللي بتخص اللي هي اللي تقدم وتغير بالتطبيقات أو بالتراك اللي انت مشغلها اللي بالعادة يفترض أنها تكون بشيء بإمكانك أنك تتحكم في مكانه ومتى يظهر أو متى لا يظهر على أجهزة الأيو اس هذه دائما موجودة أما بالنسبة لأجهزة الأندرويد فلما تكون مشغل تطبيق الموسيقى بيكونوا مبينين من الأعلى ولكن لما تطفي تطبيق الموسيقى بيختفوا من الأعلى فما بيصير فيه عندك المساحة لزيادة النقطة التالية هي أمر ما توقعت أني أتكلم عنه أبدا لأني قاعدت عدة أيام لحد ما استوعبت وين المشكلة كانت الموضوع بتعلق بتحديد الإضاءة والصوت وين أنت بالضبط في الاتراك اللي أنت بتكون مشغلها الآن على أجهزة الأندرويد بس لما تكون فاتح فيديو على اليوتيوب مثلاً لما تكون فاتح الإضاءة أو لما تكون فاتح أي شيء أنت بدك إياه أي مكان بتضغط عليه على التايم لاين اللي بيكون موجود للفيديو مباشرة الفيديو بيقفز لهاي النقطة أي مكان بتضغط عليه لما تكون فاتح على البرايتنس بتضغط عليه مباشرة البار بنطل المنطقة اللي أنت أشرت عليها ونفس الكلام ينطبق على الصوت والإضاءة وكل هاي الأمور بالنسبة لأجهزة الأيو اس الموضوع يختلف بشكل كبير بحيث أنه لما تضغط على الشاشة من الأسفل مثلاً بدك تعلّي الإضاءة ولما بدك تقدم في فيديو بالأول كنت أفكر أن الشاشة خربانة أو أن الجهاز فيه مشكلة ولكن بعدين أتضح لي أنه لازم أروح وأسحب النقطة اللي بتكون موجودة ومحددة الوضع الحالي للإضاءة أو للصوت وأسحبها بإيدي للمنطقة اللي أنا بدي إياها تقدم عليها واللي هو شيء جداً جداً غريب وبيضيف جهد إضافي من قبل المستخدم علشان يغير الإشي اللي بده هو بدو إياه بهيك بنكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو للي منكم رح يسأل إيش لسكن اللي موجود على الجهاز أو ليش شكل الجهاز هيك هذا عبارة عن سكن من شركة دي براند اللي بتسمح لك أنك تخصص شكل الجهاز وما ظهروا بالطريقة اللي أنت بدك إياها رح يكون في رابط للشراء بصندوق الوصف الآن هذا الفيديو كان الأمور اللي أنا ما حبيتها في أجهزة الآيواز كمستخدم أندرويد رح يكون في فيديو قادم رح تكلم فيه عن الأمور اللي حبيتها في الآيفون وفي الآيواز كمستخدم أندرويد وبتمنى أنها تسير في أجهزة الأندرويد لأنها حركات جداً بطلة وجميلة إيش رأيكم بالقائمة هاي؟ هل بتوفقوا معاها؟ شو رأيكم بالنقاط اللي انحكت هل بتفضلها ما بتفضلها؟ شارك رأيك معاي في قسم التعليقات بالأسفل وإذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمله لايك وشاركه مع أصدقائك ما تنسى أنك تشغل التنبيهات على هاي القناة علشان يوصلك إشعارات على جوالك مباشرة أول ما أرفع فيديو وتقدر تابعني أيضاً على فيسبوك تويتر وإنستجرام وكل هاي الروابط رح تكون موجودة في صندوق الوصف إذا حاب أنك تشوف إيش الأمور اللي قادمة على القناة من قبل ما ينزل هذا الفيديو هذا كان كل إشي لهالفيديو كاما معك صراح حامد في أمان الله